بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وابناء الطلاب النهاردة ان شاء الله هنكمل كلامنا عن مقاومات الخرصانة هنتكلم نهاردة عن مقاومة تماسك الخرصانة مع صلب التسليح وعن مقاومة الصدم المقاومتين دول من المقاومات المهمة مقاومة التماسك ما بين الخرصانة وصلب التسليح هي الاساس في اعمليات التصميم للخرصانة المسلحة. لو ما فيش التماسك ما بين الخرصانة وصلب التسليح كانت الطريقة اللي احنا بنصمم بها منشآت الخرصانة تختلف تماما. لان اول فرض بنبقى حطينه ان الخرصانة مع صلب التسليح في بينهم تماسك تام وما فيش اي تغير في الانفعال بين الاثنين. مقاومة التماسك نحاول نعرفها فبنقول ان مقاومة الخرصانة لانزلاق السياق التسليح المدفونة فيها تحت تأثير اجهادات الشد النتجة من عزوم الانحناء والمتغيرة من قطاع الى اخر. يبه هو ده التعريف بتاع مقاومة التماسك مع صلب التسليح. بيحصل ايه? اه لو شايفين بصين على الرسم اللي قدامنا ده. اه في عندنا سيخ من اسيخ التسليح اهو. اه البنج مومنت اه على اه القطاع اليمين وعلى القطاع الشمالي ما بيبقوش قد بعت نتيجة ان فيه فرق في المسافة. وبالتالي بيبقى فيه تغير في البنج مومنت. معنى كده ان هيبقى فيه محصلة للبنج مومنت ده. على القطاع اللي احنا واخدينه شايفينه مع بعض ده. اه هزي المحصلة بتخلي نقدر نقلبها الى ضغط وشد. يبقى ازا فيه شد بشد السيخ الى الخارج. وفيه ضغط على الخرصانة بهذا الشكل. طيب اه اه ايه اللي هيخلي السيخ ما يسيبش الخرصانة? والله الوضع بيختلف باختلاف نوع السيخ. يعني لو عندي اه خرصانة اه والسيخ ملساء. هيبقى التماسك ناتج من حاجتين. الالتصاق والاحتكاك. الالتصاق عملية كيميائية نتيجة وجود الاسمنت. فيبقى فيه اه 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 التصاق كيميائي ناتج من طبيعة العجينة الاسمنتية. اه اه تحولها بعد كده الى نادة صلبة. بخليها تلزق على سطح الاسيخ. الحاجة التانية ان بعد انتهاء الالتصاق لو بشد السيخ من الخرصانة اه اللي بيمنع الحركة هو الاحتكاك بقى ما بين اه النوعي المادتين. اه عندنا سيخ ما هواش اه ما هواش املس تماما يعني سطحه برضو فيه خشونة والخرصانة اللي سطح بتاحه برضو فيه خشونة. لو عندنا اسيخ ذات نتوآت ودي اللي موجودة حاليا في السوق بتاعنا. موجودة حول العالم يعني. الناس كلها تحولت من الملساء الى النتوآت. بيزيد عندنا كمان مركبة تالتة لمقاومة التماسك وهي التحميل بين النتوآت والخرصانة. ازاي? جينا بصينا على الرسمة اللي قدامنا دي. هنلاقي ان في عندنا نتيجة المحاولة نزع السيخ من الخرصانة. النتوآت دي بينها هنا الفراغات دي فيه خرصانة. يبقى ازا والسيخ ده بيحاول يتحرك النتوآت دي بتؤثر على الخرصانة اللي محيطة بها. فتدي فورسز على الخرصانة. فورسز كومبريشن. هذه الفورسز بعد كده لازم عشان السيخ ده يتسحب من الخرصانة وهذا ينهار التماسك لازم تنهار الخرصانة اللي موجودة بين النتوآت. تتكسر. القوة دي تزيد بحيس انها تكسرها وبعد كده يتسحب هذا السيخ الى الخارج. طبعا دي مركبة كبيرة جدا. آآ بتتغلى بالحقيقة في القيمة على الالتصاق والاحتكاك زي ما نشوف كمان شوي. آآ طبعا لازم آآ علشان نقدر نوصف العلاقة ما بين اجهاد التماسك او آآ السلوك بتاعي يعني مقاومة التماسك ده. لازم نرسم علاقة ما بين اجهاد وانفعال. عندنا اجهاد تماسك بيتولد على سطح السيخ. وفي عندنا انزلاق للسيخ. الانزلاق عندنا محكوم بقيمة اتنين ونصف ملي. دي بنسميها الانزلاق آآ الحرج واللي عندها بتنهار مقاومة الالتصاق. طبعا القيمة بتاعة الاجهاد المسبب لهذا الانزلاق بتختلف باختلاف الاسياخ الملساء او الاسياخ ذات النتوات. زي ما احنا شايفين في الكيرف كده. ازا كان الانزلاق اللي هو اتنين ونصف ملي ده. اه بيسببه اجهاد على سطح السيخ الخارجي. اه حوالي اتنين وعشرين تتعاشين كيلو على سنتيمتر مربع زي الكيرف اللي عندنا ده. لو كنت استبدلت السيخ الاملس بسيخ زونة وقت كان لحقيقة نفس الانزلاق هيحصل على اه اجهاد اعلى بكتير. اجهاد قربل خمسين كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. اه ده ناتج من ايه? ناتج من وجود المركبة اضافية اللي بتصاحب الاسياخ ذات النتوات وهي التحميل على اه النتوات او التحميل متبادل ما بين النتوات والخرصانة المحيطة. يبقى اذا الاجهاد المقابل انزلا قطل نص ملي بيسمى اجهاد التماسك الحارج وتنهار عندها مقامة الالتصاق. اذا زادت الاجهادات على مقامة الخرصانة لتشد هيبقى فيه شروخ حوالين الاسيخ. لو كانت الاسيخ ملساء الشروخ بتبقى واسعة قليلة العدد. واذا كانت الاسيخ ذات نتوات فالشروخ بتكون ضيقة كثيرة العدد. اه طبعا واسعة قليلة العدد اه اسوأ بكتير من ضيقة كثيرة العدد. ليه? لان الشروخ الواسعة بتسهل دخول المواد الضرة اه بدون مجهود. لكن كل ما الشروخ كانت دايقة كل ما المواد الضرة احتاجت اه ان يبقى فيه اه فرق هيد او فيه بريشر بيزقها الى الداخل. وبالتالي نقدر نقول ان الاسيخ ذات النتوات يتوفر لها حماية افضل داخل الخرصان. اسيخ ذات النتوات بيتوفر لها حماية افضل داخل الخرصان. اه بعد كده الحقيقة بنحاول زي ما عملنا في انواع المقاومات الاخرى نحن نربط ما بين مقاومة التماسك ومقاومة الضغط. الكيرفات اللي احنا شايفينها برضو واحد للاسيخ الملساء واحد للاسيخ ذات النتوات. والشكل اللي قدامنا ده بيقول برضو ان العلاقة ما بين مقاومة التماسك ومقاومة الضغط غالبا هتكون علاقة تتناسب مع الجزر التربيعي لمقاومة الضغط. بيزيد مقاومة التماسك مع زادة مقاومة الضغط ولكن واضح طبعا ان المعدل بيتناقص مع ارتفاع مقاومة الضغط. وده مشابه اللي احنا شفناه وتعلمناه في مقاومة التشد. بنلاحظ كمان ان الخرصانة اللادنة المدموكة جيدا بتزيد مقاومة التماسك. طب ليه? لماذا? فكر معايا كده. طبعا الخرصانة اللادنة المدموكة جيدا مفيش فيها فراغات هوائية. السطح السيخ هيبقى مغطى تماما بالالمون الاسمنتية. وبالتالي هيبقى الالتصاق والاحتكاك متحققين بشكل كامل. ولو عندي اسيخ ذات نتوقات هيبقى كمان التحميل بيتم من غير ما يبقى فيه فراغات هوائية بالتأكيد هتبقى مقاومة التماسك احسن. يبقى ده السبب يدعونا الى اننا نستخدم او نعمل دمك يكون دمك جيد جدا. بتقل مقاومة التماسك عند وجود الاسياخ قرب السطح العلوي للخرصانة. لماذا? ممكن نقول ان في عندنا سببين لهذا الموضوع. السبب الاول ان السطح العلوي هو ده اللي بتجمع فيه مياه النطح وبالتالي بقى فيه فراغات. يبقى بالتالي عكس الايه? عكس الدمك. طب هتقولي لا انا عندي خراصانة لدينا ما فيش فيه مياه كتير وبالتالي ما عنديش فراغات كتير. هقولك طيب كويس اوي. الخراصانة اللي في الشدة من تحت او في الفورمة من تحت بيحصل فيها ايه? بتدمك اولا باجهزة الدمك وبعد كده بيجي فوقها طبقات اخرى من الخراصانة بتزود هذا الدمك. الجزء التاني ده بتاع طبقات اخرى تزود الدمك مش موجود في الطبقة العلوية. تمام? وبالتالي دمكها بيكون اقل وبالتالي التماسك بيكون اقل. بتقل مقاومة التماسك بارتفاع درجة الحرارة. مفهوم طبعا. لان عندي مادتين غير بعض. حديد وخرصانة. ومعامل التمد الحرارة لهم مختلف. وبالتالي مقاومة التماسك هتقل بارتفاع الحرارة لانه هيحصل بينهم امفعال غير متساوي. تقل مقاومة التماسك للاسياخ المحمية بطبقة من الايبوكسي. الايبوكسي طبقة حماية. مادة من البوليمرز. وهذه المادة بندهنها علشان نحمي الاسياخ من الكلوريدات والكابريتات والمواد الضارة. وبالتالي احنا حطينا عليها طبقة نعمة جدا. يبقى اقللنا الاحتكاك خالص اللي بيحصل ما بين الاسياخ. ومنعنا الالتصاق كمان ممكن. وبالتالي ما بقاش عندنا غير التحميل على النتوات الاسياخ. فطبعا نتوقع ان مقاومة التماسك هتقل. بيقول يزيد اجهاد انزلاق الاسياخ عند وجود جنشات في نهاية السيخ. الجنشات دي كانت عبارة عن ما يشبه الخطاف كده. بناخد السيخ وبنتنيه. بحيث ان يبقى نهايته ما هياش نهاية آآ مفروضة. لأ نهاية فيها ما يشبه الخطاف. ايه الهدف? ده كان بتعمل في الاسياخ الملساء فقط علشان نزود آآ تماسكها مع الخرصانة. الجزء اللي زي الخطاف ده لو انت عايز تسحب السيخ برر خرصانة كان بياخد معه جزء من الخرصانة يكسروا علشان يطلع برر الايه? الخرصانة اللي هو مدفون فيها. وبالتالي آآ وجود الجنشات آآ طبعا بيرفع كتير من مقاومة التماسك للاسياخ الملساء. هتقول لي طب يبقى خلاص انا مش محتاج هلجأ للاسياخ ذات النتوءات اقول لك لا ما دي مصنعية. بتاخد وقت وبتكلف. هو بالتالي تم الاستغناء عنها بان انت بتصنع السيخ نفسه آآ فيه نتوءات وبالتالي مش محتاج لوجود هزي الايه الجنشات في النهاية. طيب مقاومة الصدم بقى نوع اخر من المقاومات وده اخر حاجة هنتكلم عنها بالنسبة لمقاومة الخرصانة. آآ مقاومة الصدم مهمة لخرصانات المعرضة لاحمل صدم زي ايه? يا والله فيه مثال واضح جدا وهو ممرات المطارات مثلا اللي الطائرات وهي نزلة دايما بتعمل فيها صدمة. آآ فدي محتاجة آآ مقاومة آآ آآ لازم تكون آآ عالية للصدم طب وهي الممرات احنا بنشوف اسفلت طبقة اسفلت قادي الطبقة اللي فوق لكن تحتها في خرصانة آآ وبتبقى دي اللي بتقاوم آآ الصدم آآ اهم حاجة لازم نعرفها انه فيش اختبار متفق عليه لقياسها يعني مثلا في عندنا اختبار متفق عليه لمقاومة آآ البري للركام اللي هو اختبار الليوس انجلوس. لكن وانا بتكلم على مقاومة الصدمة للخرصانة ما فيش اختبار مشابه الناس كلها متفق عليه وموجود في المواصفات كلها. وبالتالي طالما فيش اختبار متفق عليه بقى ما فيش اتفاق على العلاقة بينها وبينباقي انواع مقاومات الخرصانة. آآ الشكل اللي قدامنا ده بيرسم علاقة ما بين عدد الضربات حتى انعدام الارتداد. طب وده دليل على ايه? عدد الضربات حتى انعدام الارتداد. ده اللي بيقول لي الخرصانة بتاعتي بتقاوم الصدمة ولا لأ. آآ ببساطة كده ممكن نتخيل ان احنا جايبين حتة خرصانة وحطينها وبنرمي عليها كرة من ارتفاع سابت. كل مرة برمي الكرة بترتد الى اعلى. الى ان يحدث ان الخرصانة تتكسر خالص. وبالتالي الكرة دي تنزل عليها فمحصلهاش ارتداد. طبعا مقاومة الخرصانة للصدمة هتبقى عالية. كل ما عدد الضربات لغاية انعدام الارتداد زاد. ده منطق. لكن برضو ما فيش اتفاق على كيفية اجراء الاختبار. يعني وزن الكرة كم? يعني مقاس العينة بتاعت الخرصانة قد ايه? يعني الارتفاع اللي بيزن منه الكرة يبقى كم سنطي? الكلام ده غير محدد. تمام? فقال لك ان في علاقة ما بين عدد الضربات حتى انعدام الارتداد ومقاومة الضغط. كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. وواضح ان المقاومة او عدد الضربات بيزيد مع زيادة مقاومة الايه? مع زيادة مقاومة الضغط. وبيؤثر فيه جدا نوع الركام. تمام? فزي ما انت شايف كده احسن الانواع هو البازلت اللي شكله زاوي. معنى كده على طول ان مقاومة الصدم تتأثر اساسا بالتماسك بين المونة والركام الكبير. والتماسك ما بين المونة والركام الكبير ده بيتوقف على نوع الركام يعني الشكل بتاعه يعني حالة السطح يعني المقاس الاعتباري الاكبر يعني معاير المرونة. احب اقف عند معاير المرونة وقول ان كل ما قال لمعاير المرونة كل ما تحسنت مقاومة الايه? مقاومة آآ الصدم. حالة الرطوبة والجفاف الخرصانة. واحنا يمكن عارفين ان كل ما الرطوبة زادت كل ما اي آآ اجهادات بتؤثر على الخرصانة بتنتقل الى المية اللي موجودة في الفراغات ودي بتعمل آآ ضغط داخلي وبتخلي الخرق الانهيار يحدث اه اسرع شوي.